أهلا وسهلا جديد بكل متابعينا إلى آخر أخبار رياضة والملاعب وبنرحب معنا بالستوديو بحسام نصار حسام صباح الخير حسام صباحك موند حسام شو آخر تطورات موضوع طلب حكام من الخارج لمباراة الفيصلي والوحدات صراحة موند صار في تخبط حتى يكون صراحين من يوم أمس عدة أخبار طلعت أن الوحدات بالأساس طالب حكام من الخارج هذا حق شرعي له أو أي نادي أردني يلعب في أي مباراة الدوري كونه سيتحمل التكلفة وما إلى ذلك سأتحدث عن حكام المحليين ولكن سأتحدث عن نقطة ما حدث بين الوحدات والتحدى الكرة التحدى الكرة أكد أنه كان لديه تخبط بالبيانات لماذا؟ أول شيء أن الوحدات طلب بوقت نتأخر هذا الطلب هو المفروض قانونياً حسب قانون الاتحاد الأردني لازم قبل خمس أيام من المباراة تطلب إذا كنت تحتاج طاقم تحكيم أو لا فهو الوحدات حكي أن الوحدات طلب بوقت نتأخر أوكي طلب بوقت نتأخر لكننا حاولنا أن نستطيع نستقطع حكام من الخارج لكن ضيق الوقت ما قدرنا مدام أن الوحدات طالب بتوقيت مش قانوني ما لازم أنت حكيت أنه أنا و الله حاولنا نجيب و ما أجيب نخلص القانون لازم يكون يتخذ مجراء بشكل كامل أنه أنا ما في مجال على أجيب أي حكام خلص أنهي الموضوع وبين المشكلة اللي صارت أنه وحدات أصدر بيان بارح نتأكد فيه أنه نحن طالبين على الوقت القانوني من يوم الأحد فللأسف صار فيه هناك تخبطات بالأمور يتخبط من التحدي الكرة للأمانة لكن في النهاية سيكون هناك تقم تحكيم محلي حسام هو بأي فريق محلي يطلب حكام بأي مباراة كانت و هو بديدفع التكريف هو يدفع التكريف نعم إذن هو شيء قانوني لا قانوني قانوني لا يوجد شيء هلأ هي أنا كوجهة نظري تحكيم خارجي أو محلي كنا نثق بحكامنا المحليين بكل تأكيد حكامنا وصلوا لمراحة متقدمة بالتحكيم محتمدين دوليا عدها مخادمة مثلا حكام في نهاية دوري أبطال آسيا لكن هي موضوع مرات يكون نفسي أكثر من هو أكثر من أن الحكام ينفع يقود هذه المباراة أو لا موضوع جماهرية مباراة حساسة لأن العلم في الدوليات البرى حتى في السعودية مع أن الطاقة التحكيم السعود وصل إلى نهاية كلاس العالم هناك بعض المباراة تستخدم حكام الخارج حتى يختصروا موضوع متحيز مع فلان أو أعلان الخطأ مسموح للحكم الخارجي لكي تكون بالصورة هكذا تحسب عنا بالأردن يعني الجمهور ممكن تقبل خطأ حسام إن شاء الله مباراة يوم الجمعة ستكون بتحكيم محلي نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة إن شاء الله يكون فيها الروح الرياضية عالية نعم نحكي بموضوع براموفيتش رئيس نادي تشلسي وبعد خسارة النادي الأخيرة يعني بنتيجة صعبة نوعا ما بجدد الثقة بالمدرب كونتي هل أنت مع بقاء كونتي أم مع رحيله؟ هلا هون موضوع صراحة مش إنه مع بقاء ورحيل بس إحنا إنه نرجع شوي اللي عم بصير بكونتي صار في مورينيو قبل مهتمين نعم كونتي حقق الدوء يعني نتائج متازة مع تشلسي موصب ماضي ومورو تمام نفس الطريق نهار يعني إحنا نحكي بين بورنوف بخسر بأربعة خسار متتالية نعم نقاط كثيرة أنت خسرتها بالدوري بس مين؟ إحنا المشكلة اليوم مين في بديل لكونتي؟ يعني بدك تجيب مين في مدرب آخر وهذا يمكنني الجبر إبراهيموفيتش بس أنا أتوقع هي المحك لكونتي لقاء في دوري أبطال عمان برشلونة إذا حقق نتيجة إيجابية وستطاع أن يقسي الفريق الإسباني كل الأمور الخسارات الماضية تنسة أتوقع إذا ما تمكن من تخطي دور 16 لإبراهيموفيتش زي بريز ما عنده صبر ممكن تطيله بأي لحظة نعم نعم حسان بدي أشكرك كنت معنا في هذا الصباح يأطيك الحمد شكرا 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 شكرا